أزمة المياه في العراق في صدارة المشهد من جديد بعد وصول المفاوضات بين بغداد وطهران إلى طريق مزدود أزمة أحادية طرفها طهران التي تعد جهة المنبع فإلى جانب تحويل الأخيرة مجاري الأنهار التي يعتمد العراق عليها في الزراعة بشكل أساسي وحرمانه من المياه تعلن وزارة الموارد المائية على لسان وزيرها رشيد الحمداني فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية واتجاه حكومة الكاظمي مضطرة إلى تدويل هذا الملف وعلى عكس التفاهمات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن حصة العراق المائية بتفعيل مذكرة تفاهم سابقة مع أنقرة تتيح للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة لم ترد إيران على أي بلاغات من حكومة بغداد بشأن اعتداءاتها المتكررة على حصة العراق المائية تجاهل إيراني غير مستغرب كما يقول مختصون لسيما وأن إيران عمدت في الأشهر الأخيرة على حفر الأنفاق لتغيير مجرى مياه أنهار سيروان والكارون والكرخة والزاب وغيرها إلى داخل الأراضي الإيرانية إذ إن حسن النوايا غير موجود من جانب طهران بينما تعاني أراضي شرقي البلاد لسيما محافظة ديالا من الجفاف ونزوح آلاف العائلات من مناطقها فضلا عن انخفاض منسوب نهر ديالا وبحيرة حمرين وفقدان أكثر من أربعين ألف دونم من البساتين المثمرة بحسب تقارير رسمية ممارسات إيران تجاه العراق في السنوات الماضية تسببت بتحويل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية إلى أراضي بور مما وجه ضربة قاصمة للقطاع الزراعي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي ويوظف نحو 20% من إجمالي ليد العاملة في البلاد كل ذلك يحدث في ظل إهمال حكومي وفشل إداري متراكم بدأ منذ عام 2003